اشتركوا في القناة او وضعية سطح المكتب لو دخلنا على الاعدادات والخصوصية بالاسفل بعد الضغط على منفك الشخصي هتحصل مثلا عندك اول شيء اللي هو استخدام البيانات لو دخلنا على استخدام البيانات هذا يوفر لك لو انت عندك شريحة بيانات مرتبطة بباقة معينة محدودة فلازم انك في اول خيار انك ما تخليه اللي هو يشغل الفيديوهات بشكل تلقائي يعني تقول له مثلا عبر الواي فاي فقط هذا هيوفر لك في شريحة البيانات ايضا مقاطع الفيديو عالية الجودة هيكون نفس الشي تخليها ايضا وي فاي فقط اما بقات الانترنت عندك لو كانت مفتوحة ما هتفرق معاك هتختار اللي هو عبر شبكة الجوال وشبكة الواي فاي عندنا ايضا المشكلة اللي يعاني منها الكثير اللي هي التنبيهات اللي تجيك على ايميلك او حتى على رسائل الاسم اس اللي هي على جوالك من خلال نفس التطبيق الان لو دخلنا زي ما شفنا على التنبيهات تقدر تدخل على تنبيهات البريد الالكتروني وتلغيها كاملة عن طريق اول خيار اللي هو تنبيهات البريد الالكتروني يتقفلها كاملة يتفتح هذا الخيار وتختار ايش تبغى ينبهك عن طريق البريد وطبعا يفضل انك تلغيها كاملة عشان ما يجيك اي ايميلات وتكثر الاميلات بدون ما تفكها وهنا زي ما شرحنا اللي هو عن طريق رقم الجوال ايضا لو رحنا على الخصوصية والامان برضو واحد من اهم الخيارات عندك اول خيار حماية تغريداتك هذا تقدر من خلاله تقفل حسابك في تويتر بقفل يعني ما يشوف تغريداتك غير اللي انت قابل اضافته عندك في التطبيق او في تويتر يعني طيب الرسالة الخاصة تقدر حتى لو احد ممتابعك انك تستقبل منه رسالة خاصة لو فتحت ايضا هذا الخيار وهذا خيار تأكيد القراءة لو ارسلت لأي شخص رسالة الخاص بيجيك انه تمت القراءة ايضا من الاعدادات اللي يجيك محتوى غير مرغوب فيه او لا يمكن عرض المحتوى هذه تظهر في بعض مقاطع الفيديو لو انت فاتح هذا الخيار هذه هي سبب المشكلة فعليك انك تقفل هذا الخيار بالتالي حتنعرض معاك اللي هو محتوى حساس او غيره كل المحتويات حتنعرض عندك في الحساب اخر شي عندي وهو اهم اعدادات تطبيق تويتر لو دخلت على الحساب نفسه هتحصل عندك التطبيقات المتصلة او بيانات تويتر الخاصة بك هذه الخيارين حيوجهوك لنفس الصفحة اللي احنا دخلينها الان وهي جدا جدا مهمة في ناس كثير تعاني وتحسب مثلا انه حسابها متهكر او وهذا للأسف لانه البعض يزور زي روابط من زار ملفك الشخصي ويحط حسابه او يحط لك التغريدات الالية ويكتشف انه في حسابه في رتويتات هو ما سواها في تغريدات هو ما غرت فيها والى اخره هنا هيكون الشرح المفيد لك اللي هو التطبيقات والاجهزة لو دخلت على التطبيقات والاجهزة هتحصل عندك التطبيقات المرتبطة التطبيقات المرتبطة هذه هي اللي انت عطيتها صلاحية انها تغرد عنك انها تسوي رتويت عنك او انها تفضل اي تغريدة بحسابك الشخصي فمن هنا تقدر تلغي اي تطبيق انت عطيته الصلاحية هنا بتظهر جميع التطبيقات اللي انت عطيتها الصلاحيات تقدر بكل سهولة تدخل عليه وتسوي الغاء الوصول بكده هذا التطبيق ما ينفع انه يدخل حسابك بعد كده او انه يعني يكون عنده اي صلاحية للحساب عندك هنا جانا خلاص اتراجع عن الغاء الوصول معناه انه انلغى الوصول الى التطبيق بكده التطبيق ما عنده اي صلاحية لا للقراءة تبع تغريداتك او الكتابة عنك طيب لو رجعنا شوف لاحظ معايا اختفى من قائمة التطبيقات و الى اخر و الى اي تطبيق انت تشك انك ما تعرفه او ما تشفته قبل كده على طول الغي الصلاحية عنه طيب واخر خيار لو انت حابب تلغي حسابك تقفل حسابك تماما تحذف حساب تويتر نهائي هيكون خيار تعطيل حسابك لو ضغط عليه هنا بيديك شوية تعليمات بيقولك ان الحساب بينحذف بشكل نهائي خلال 30 يوم يعني لا تسجل دخول في حسابك في تويتر خلال 30 يوم بعد تعطيل الحساب لانك لو تسجل دخول في اي وقت هيعتبر انك غيرت رأيك عن الحذف او انك حذفته عن طريق الغلط بالتالي حيلغي التعطيل او يلغي حذف الحساب فخلال 30 يوم لا تسجل دخول ابدا الى ان ينحذف بشكل نهائي ايضا بيقولك لو انت حابب تستخدم نفس المعرف او نفس اليوزر حقك لحساب جديد يعني في يوم ما بيقولك انصحك انك تغيره الان يعني انا بستخدم نفس اليوزر هذا بدخل على اعداداتك هذا هو وبغير نفس اليوزر هذا بحط اي حروف اي ارقام اي شي عشان هذا اليوزر يكون شاغل شاغر عندي اقدر استخدمه في حسابي الجديد ايضا لو انت حابب تنزل بيانات الخاصة بتويتر الخاصة فيك يعني متى انشأت الحساب كم تغريدة عندك عمرك اسمك بالكامل رقم الجوال المسجل اعدادات الاي بي عندك او عنوان الاي بي عندك اللي انت تدخل فيه والى اخره يعني بيانات كاملة بيقولك قبل تعطيل الحساب اضغط هنا بيانات تويتر خاصة بك لتحميلها يعني حيرسلو لك هي على الايميل احتفظ فيها لو انت حابب لانه لو سويت تعطيل الحساب التويتر ما يرسل للحسابات المعطلة بيانات الحساب في نهاية الامر يعطيكم الف عافية لا تنسوا لملاك وسبسكرايب بالقناة وفي امان الله